والرحيم وهكذا أيها الأحبة ها هم حجاج بيت الله الحرام وها هم وفدوا الله بعد أن أكرمهم الله سبحانه وتعالى بالوقوف بعرفة وأفاضوا من عرفات ها هم الآن يتوجهون إلى رمي الجمرات منيبين إلى الله سبحانه وتعالى يرجمون شيطان الهوى ويرجمون سلطان الشهوات إنهم أدوا عبادة عظيمة ها هم الآن يذهبون لرمي جمرة العقبة الكبرى إنهم يريدون الآن أن يقوموا بهذه الشعيرة العظيمة تقليدا لسيدنا إبراهيم عليه السلام الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نتخذه قدوة وأن نتخذ نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم قدوة ها نحن بين يدي الله سبحانه وتعالى نسعى في رحمته ونسعى بين يديه سبحانه وتعالى وننتجه إليه سبحانه وتعالى وهكذا حجاجنا يسيرون الآن كما ترون الآن الجمرات وسنمر الآن على الجمرة الصغرى ثم بعد ذلك الوسطى ثم بعد ذلك الكبرى ونحن نتجه إلى ذلك المكان يلبي الحجاج ويذكرون الله سبحانه وتعالى وفي هذه الأثناء تنقطع التلبية عند رمي أول الجمر وهم يقولون بسم الله الله أكبر لبيك لا شريك لك لبيك إذن الحمد والجمال هذه هي الجمار لا شريك لك وهذه الجمارات هذه الصغرى هذه الصغرى ثم بعد ذلك لبيك اللهم لبيك هذه هي جمرة العقبة الصغرى كما نرى أن الحجاج يسيرون الآن وهم يلبون الله سبحانه وتعالى ويذكرون الله سبحانه وتعالى ذكرا كثيرا إنهم يلبون أي يجيبون الحق سبحانه وتعالى أي أجبناك يا رب فيما أمرتنا به أي أجبناك يا رب فيما أمرتنا به وأجبناك يا رب فيما طلبت منا وأجبناك يا رب فيما وعدتنا إننا نلبي الحق سبحانه وتعالى ليغفر لنا ولحجاج بيت الله الحرام إننا نلبي الحق سبحانه وتعالى ليغفر لنا ما سلف لذبنا وآثامنا نلبيه على عهد منا أننا نجيبه في أمره ونهيه نلبي الحق سبحانه وتعالى على أن نلتزم بعهد الإسلام الذي عاهدنا الله تبارك وتعالى عليه بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وهذه الرجمات والجمرات هنا هي التي رمى سيدنا إبراهيم عليه السلام عندما أخذ ولده ليذبحه فجاءه الشيطان فقاله يا إبراهيم أتصدق رؤيا وإن رؤيا الأنبياء حق وتذبح ولدك من أجل رؤيا فرجمه ثم جاء إليه ثانية وقاله يا إبراهيم أتذبح فلذتك بديك وتذبح ولدك فرجمه ثانية فصغر ثم بعد ذلك وسوس الشيطان وأراد أن يوسوس له قال يا إبراهيم أتقتل ولدك من أجل رؤيا لكن سيدنا إبراهيم رجمه أيضا واستجاب لأمر الله تبارك وتعالى هكذا يعلمنا سيدنا إبراهيم أن نرجم شيطان الوسوسة فينا وأن نرجم شيطان الهوى فينا علمنا سيدنا إبراهيم أن نكون لله سبحانه وتعالى فيما أمر علمنا سيدنا إبراهيم أن نقيم الحق ولو على أنفسنا وأن نستجيب لأمر الله وإن كان يخالف هوانا وأن نستجيب لأمر الله وإن كان في الأمر صعوبة هكذا علمنا سيدنا إبراهيم وسن لنا سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم هذه الرجمات ونحن نقول أجبناك يا رب فيما أمرت أجبناك يا رب فيما نهيت وعهدا منا يا ربنا يا رجاءنا عهدا منا بعد حجنا أن نثبت على ما أكرمتنا به وأن نثبت على ما أوليتنا به من عناية هذا كرم الله سبحانه وتعالى وهذا جود الله سبحانه وتعالى للحجاج هذه هي الجمرة الوسطى هذه هي الجمرة الوسطى وفي اليوم الأول يوم النحر لا نرجع الصغرى ولا الوسطى إنما نرجم فقط جمرة العقبة وغدا إن شاء الله يبدأ أول أيام التشريق ونرجم الصغرى والوسطى والكبرى وبعد ذلك في اليوم الثاني من أيام التشريق وهو ثالث أيام العيد أيضا نرجم الثلاثة وبعد ذلك في اليوم الرابع أيضا نرجم ثلاث مرات فمن تعجل فيكفل يوم الثاني والثالث أيام التشريق ومن لم يتعجل فيرجم ثلاثة أيام وهو رابع يوم العيد ونجد الآن الحجاج يتوجهون إلى جمرة العقبة وهي الجمرة الكبرى وبعد أن يرجم الحجاج هذا يحق لهم أن يتحللوا فلنجدوا شعورهم وينزعوا ملابسهم ويلبسوا ثياب العيد لأنهم الآن يحق لهم أن يعيدوا حقلهم هلا أن العيدوا يفرحوا لأن الله غفرهم حقلهم الآن أن يفرحوا برحمة الله قل بفضل الله وبرحمتي فبذلك فليفرحوا حقلهم هلا أن يفرحوا لأنهم الآن قد غسلوا ذنوبهم ومحوا جرائمهم وخطاياهم فهنيئا لهم لا منهم فهنيئا لهم فهنيئا لما أكرمه الله سبحانه وتعالى به أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لنا ولهم أسأل الله التوفيق لنا ولهم من الموكات ونسأل الله سبحانه وتعالى ما نسأل الله موكات وانا سجد أسمائي تد حجاج من الموكله تأخذ كن موكلة شلطة من الموكاتك فلان اتار ما عليكم الله سعد انا ما توقف انا ما توقف رجل ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نسأله سبحانه وتعالى أن يكرمهم جميعا بحج بيته الحرام وإن أن نطمئن أحبابنا وإخواننا على أهليهم أنهم أكموا هذه المناسك العظيمة وأكرمهم الله سبحانه وتعالى بأدائها على النحو الأفضل والنحو الأكمل الحمد لله رب العالمين الحمد لله على نعمه والحمد لله على سابر فضله والحمد لله الذي أكرمنا فرجمنا شيطان هوانا في هذه اللحظة المباركة وفي هذه الساعة المباركة في هذا الوقت الأغر المبارك في هذا الوقت الأغر مبارك نسأله سبحانه وتعالى لطفا يليق وجوده ولطفا يليق بكرمه بأمة الإسلام اذروا إلى الوافدين اذروا إلى حجاج بيت الله الحرام إننا أمام موقف مهيب أظيم يتجلى فيه الحق سبحانه وتعالى على عباده اللهم لا تحرمنا فضلك ولا تحرمنا خيرك ولا تحرمنا برك يتجه الآن الحجاج بعد أن رموا هذه الجمرة جمرة العقبة الكبرى يتجهون الآن للتحلل وهو حلاقة الشعر وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله المحلقين الذين يحرقون بالموس يعني بالشفرة رحم الله المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال رحم الله المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قالوا والمقصرين يا رسول الله قالوا والمقصرين ثلاث رحمات لهؤلاء الناس وهناك حكمة عظيمة لحلق الرأس بالموس وهو أن العرب كانت إذا أسرت أسيرا وأرادت أن تعتقه كانت تجز ناصيته وتحرق رأسه فإذا ما مشى وهو محلوق الرأس قالوا هذا عتيق بني فلان وأراد الله سبحانه وتعالى منا أن نحرق شعورنا ونسير أمام الناس ليقال هذا عتيق الله من النار هذا عتيق الحق سبحانه وتعالى من العذاب يوم القيامة الحمد لله الحمد لله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وبحمده بكرة واصيلة نرجو الله نكرمنا في الأعوام القادمة أن نكون بمعية كل من يسمعنا وكل من أحبنا وكل إخواننا وأن يكرم جميع المسلمين في الأعوام القادمة أن نكون بمعيتهم وخدمتهم لحجاج بيت الله الحرام وحجاج المناسك نسأله سبحانه وتعالى القبول لنا ولهم والتوفيق لنا ولهم إنه ولي ذلك والقادر عليه نلقاكم إن شاء الله في إتمام المناسك غفر الله لنا ولكم وتقبل الله حجنا وإياكم وجعلنا سبحانه وتعالى في عليين مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصدقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم أتم لنا ما بقي من حجنا على النحو الذي يرضيك عننا مع السلامة لأبداننا والطمأننة لقلوبنا وتمام الخشوع والخضوع لك يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته May peace, mercy and blessings of Allah subhanahu wa ta'ala of Almighty God be on all of you